بمناسبة اليوم العالمي للقانون نظمت المؤسسة العربية للسلام والتنمية احتفالية لتخريب الدكتور أحمد فتح سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق رئيس مجلس أمناء مركز كيمت للتحكم الدولي وذلك بحضور قامات سياسية وقانونية وتشريعية أشكركم خالص الشكر هذا الاجتماع في الواقع ليس تقديراً له وإنما تقديراً للقانون نفسه فأنا ما أنا إلا خادم له وعامل من عماله وصانع من صناعه وبالتالي فلست إلا أنحني أمام القانون احتراماً وتخضيعاً وأذكر أنني أفضيت عمري كله خدمة للقانون خدمت بجميع سلطات الدولة خدمة للقانون سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية بدءاً محياتي وإذا كانت لي نصيحة للأجياء القادمة فهي أن يتصفوا بالقانون وبثفات القضاء فيما سمن السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المسيرة الحياتية للدكتور فتح سرور والتي تعد مسيرته القانونية والسياسية والتشريعية والإنسانية مثالاً يحتزى به دكتور فتح سرور هذا القائد هذا المعلم هذا الرجل الذي رأيناه تلميزاً بارعاً رأيناه مدرساً فائقاً رأيناه قاضياً ورأيناه مشرعاً ورأيناه رئيساً للبرلمان المسري عبر عشرين عاماً من الزمن كنت معه خلال التلاتين عاماً من الماضيع أعرفه عن قرب وربما أتيحت لي الفرصة أن أدخل في أعماق الدكتور سرور لأن هذا الرجل ليس له إلا الخلق الكريم وليس له إلا قربه من الله سبحانه وتعالى وليس له إلا العمل الصادق الأمين بوطنية لمستها في كل انفعالاته وفي كل أحاديثه وفي كل تحركاته كنت معه عن قرب حينما كان رئيساً للبرلمان المسري وكنا نسافر معاً المؤتمرات الدولية وكنت أرى قدره واحترامه عبر جميع البرلمانيين على مستوى العالم لم يتقلق هذه المناصب الدولية الكبرى إلا لأنه دكتور فتح سرور مرشح مصر الذي كان الجميع يجل له ويحترمه وحينما ترشح لرئاسة البرلمان الدولي كانت الأتذارات أمامه احتراماً له ولمصر دكتور سرور تحية من الأعمى قليل وباسم كل زملائي إحنا مقدريناك وبنحبك وبنحترمك وستبقى إلى الأبد العابدين إن شاء الله في قلوبنا جميعاً والسلام عليكم خلال احتفالية تكريم الدكتور فتح سرور حرص عدد من الشخصيات القانونية والسياسية والتشريعية على إبراز الدور الوطني الذي قدمه الدكتور فتح سرور لمصر طيلة مسيرته الحياتية لقد تشرفت بأن تعلمت على يديه القانون منذ التحاقي بجلية الحقوق عام سبعين درست لي في سنة تانية قانون الإجراءات الجنائية وفي سنة تالتة قانون العقوبات ومن خلال الدكتور أحمد فتح سرور أحببت القانون الجنائي دكتور فتح سرور أنا كنت دايماً بأخذ رأيه في أمور قانونية كثيرة وبعدين بعد أن أصدرت حكمي في أحد القضايا الهمة دكتور سرور طلب قال لي ابعت لي صورة من الحكم فبعت لي سيادته صورة بعدها بمدة قال لي انت كاتب الحكم الفين صفحة أنا عيني وجعتني ورح أطلق علي لقب القاضي العالم هذا اللقب أنا أعتز به للنجاه من معالي الدكتور أحمد فتح سرور أستاذي القيمة والقامة أستاذي الأجيال أنا بكون له كل حب وكل تقدير وكل احترام يكفيه أن التاريخ سوف يذكره بفخار أنه قدم للبشرية وقدم لمصر ما لم يظبره به أحد فيما قدم من علم وتشريع وتراث لقد شرف به التدريس وشرف به القضاء وشرف به التشريع وشرف به المحامان بعد الدكتور عبدالرحيم شحيته في مكتبه أنا حضرت هذا اللقاء وقال له إن فيه أرض بتاعة السلخانة قديمة عزيزة خصصها ببناء مستشفى للأطفال الدكتور عبدالرحيم راح أقير له حاضر الفندم هنشوف وحنعرضها على المجلس ما قال لي ونشوف كيفية بالفرصيس فوجئت الدكتور فتح سرور رخاقت على ايده عبيده على المكتب وقال له يا دكتور عبدالرحيم أنا بقول لك وجودي في المحامان دا كل وتخصيصة في الوقت حالة ما وبدون لجان لمستشفى سرعة وخمسين كون جانب والكلام دا لا لجان ولا غيره كل دقيقة بتفوت فيه طفل بيموت ومش هتخرج من هنا بعد إزدك إلا ما قرار التخصيص دا يكون موجود دا الدكتور عبدالرحيم